وبجوار هذا المرقد المبارك مرقد المولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لنقرأ دعاء كميل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم أني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذلى لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجيك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسلطانك التي ملأت كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجيك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا أولى الأولين ويا آخرى الآخرين اللهم اغفر لي يا ذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي يا ذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي يا ذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب النبت وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكراك وأن تلهمني ذكراك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائح ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدي ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومن نكا علي اللهم مولاي كم من قبيح سترتا وكم من فادح من البلاء يقلتا وكم من عثار وقيتا وكم من مكروه دفعتا وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرتا اللهم عظمى بنائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أعمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فاسلك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعالي وإساءتي ودوامي تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها رؤوفا وعليا في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوا نفسي ولم احترس فيه من تزيني عدوي فغرني بما أهواه وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتدراً نادماً منكسراً مستقيلاً مستغفراً منيباً مقراً مذعناً معترفاً لا أجد مفراً مما كان مني ولا مفزعاً نتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إيايا في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتدائي كرمك وسالفي بالركابي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى علي قلبي من معرفتك ولهجابه لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعاً لرضوبيتك هيهات أم تكرم من أن تضيع من ربيتا أو تبعد من أدنيتا أو تشرد من آويتا أو تسلما إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرات لعظمتك ساجداً وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقاً وبشكرك مادحاً وعلى قلوب اعترفات بإلهيتك محققاً وعلى ضمائر حوات من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جواري حسعت إلى أوطاني تعبدك طائعة وشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكار هي على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاء قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليلي وقوع المكار فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم الأعذاب وشدة أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهلي بلائك وفرقت بيني وبين حدائك ووليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظري إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجاء عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسموا صادقا لئن تركتني ناطقا لا ضجنا إليك بين أهلها ضجيجا الآمنين ولأصرخنا إليك صراخ المستصرخين ولأبكينا عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طام عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمن لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تعلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه له بواه وأنت تسمع صوته وترى مكانا أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتقل قلوبين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تسجره زبانيتها وهو يناديك يا ربا أم كيف يرجو فضلك في عتقي منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك ظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت بي الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطاع لولا ما حكمت به من تعذيبي جاهديك وقضيت به من إخلادي معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست اسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جلا ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستهون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهباني في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب وكل قبيح وكل جهل عملت كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة عمرت بإثبات الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكونوا مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيبة علي من ورائهم والشاهد لما خفيا عنه وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان تغضل أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب توفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا علي من بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنوى منك دنوى المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وأعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومنا علي بحسن جابتك وقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وامرتهم بدعائك وضمنتا لهم الإجابا فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعة غناء ارحم الرسومان الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعام يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد وفعل به ما أنت أهله وصل على محمد